السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي طبعا الرفيو الها علاقة برياضيات 101 فيفترض الطالب انه يمر على هنقول سكشن 8.1 كمراجعة لسابق طبعا من حلال التعريف الاول شايفينه راحش نعرف بعض الهايبربلك هنقول فاكشنز بالمحور الاول او تحت A the hyperbolic tangent function is defined by hyperbolic tangent x يساوي hyperbolic sine x على hyperbolic sine x طبعا بعد الاختصار نعرفنا الهايبربلك sine x والهايبربلك sine x بعد الاختصار يعطيني eos x-eos-x على eos xz eos-x طبعا واضح انه من خلال هنقول دومين دومين راح يكون مجموعة الاعداد الحيئية من ما نسمعها لنهاية لنهاية انه عندي ما في عندي اصفار بالمقام عندي eos x لا اي ريان نمبر موضع هنا راح يحطيني عدد موجب زاد eos x لا اي ريان نمبر بغض من هون راح يحطيني عدد موجب ما عندي اصفار خنقول بالمقام وطبعا بالبسط عندي قيم باستمرار هي موجودة على R فإذا دوميني للدالة هاي هو مجموعة الاعداد الحيئية كذلك الهايبربلك كوتانجت فاكشن is defined by هايبربلك كوتانجت x يساوي هايبربلك كوساين x على هايبربلك كوساين x طبعا عرفنا الهايبربلك كوساين والهايبربلك ساين بعد الاختصار أعطيني eos x زاد eos minus x على eos x minus eos minus x طبيعيا واضح جدا أنه في المقام المقام هنا بيسفر إذا باخد قيمة للx zero فعندي eos zero is one eos minus zero is كذلك one فone minus one zero فالاكتران هو غير معرف عند الزيرو معناته لباق القيام في عندي أعداد حقيقية سواء بالأسفل أو بالبص والمقام فعندي الاقتران هو معرف عكامل الإعداد حقيقي ما عادى ما عادى عند الزيرو فطبعا الدمين راح يكون من open ناقص ما لها open zero لا للزيرو الاتحاد من open zero للناقص ما لها وواضح أنه zero مش بالدومين مروح لل Hyperbolic Second Function is defined by Hyperbolic Second X بيساوي 1 على Hyperbolic Cosine X طبعا لما بعوض قيمة ال Hyperbolic Cosine هي 1 على 2 أو نص في EOS X زاد EOS 8 X طبعا راح يعطيني 2 على EOS X زاد EOS 8 X طبعا لأي ريال نمبر هنا عندي هذا راح يكون موجب وكذلك هذا لأي ريال نمبر راح يكون عندي خنقول موجب فموجب زاد موجب موجب ما عندي أصفار خنقول المقام فالدالة هي معرفة على كامل الأعداد حقيقي بالروح لل Hyperbolic Cosine Function is defined by Hyperbolic Cosine X بيساوي 1 على Hyperbolic Cosine Hyperbolic Sin X طبعا ال Hyperbolic Sin عرفنا له نص في EOS X minus EOS minus X طبعا يعطيني 2 على EOS X وهنا minus EOS minus X طبعا واضح جدا أن المقام هنا بيسفر عند الكيمة لما يجب الساوي 0 إذن الدالة هي معرفة على Open من Open من Open من ناقص من النهاية إلى Open 0 في حد Open 0 للناقص معنا نهاية المشتقات هذه الدوال بعضها بتلاقى مع التريجونومتر العادية بعضها نقول لا فمشتقات ال Hyperbolic Tangent X راح نبرشن واحدة منهم على الطريق مشتقات ال Hyperbolic Tangent X بالساوي طبعا بعد من نوخي التعريف كيف عرفنا ال Hyperbolic Tangent X ونشتق راح يعطيني Hyperbolic Second Terby X طبعا هنا في عنا لقاء مع نقول الدوال المثلثية كذلك مشتقات ال Hyperbolic Tangent X تعطيني منus Hyperbolic Second Terby X في لقاء كذلك مع الدوال المثلثية كاشتقات كمان مشتقات Hyperbolic Second X تعطيني هنا منus Hyperbolic Second X في Hyperbolic Tangent X هنا ما في لقاء لأنه عنا بحال ترجمات لما يكون Sec X مشتقات وضو Sec X كتان X إذن هاي سدت ورح ببرهنها بالأسفل مشتقات Hyperbolic Second X بالساوي منus Hyperbolic Second في Hyperbolic Tangent X من السهل جدا نبرهم كلهم أنا مش بحال نبرهم كل المشتقات لكن نوخذ واحدة منهم نوخذ ثلاثة Pro 3 مشتقات Hyperbolic Second X بالساوي طبعا المشتقة لواحد على Hyperbolic Sin X ومشتقة تكسر High بالساوي تكسر على تربيع المقام مشتقة مشتقة البسط اللي هي 0 في المقام يعطيني 0 عندي بعدين مانس مشتقة المقام اللي هي مشتقة المقام اللي هي منس Hyperbolic Sin X طبعا 1 راح تعطيني طبعا بالساوي مشتقة Hyperbolic Sin هي Hyperbolic Sin X والمانس هذا الموجود عندي هنا موجود على Hyperbolic Sin تربيع X بالساوي بفصل مشتقة القيمة المطوعة من جهة اليمين مانس 1 على Hyperbolic Sin X وضرب المقام طبعا ضرب المقام اللي هي Hyperbolic Sin Hyperbolic Sin X ويعطيني Hyperbolic Sin تربيع طبعا بالبص هو 1 في Sin Hyperbolic Sin X وصار عندي هنا ناقص 1 على Hyperbolic Sin X يعطيني مانوس Hyperbolic Sin X وعندي Hyperbolic Sin X على Hyperbolic Sin X يعطيني Hyperbolic tangent X فايدا مشتقة Hyperbolic 6 X يعطيني minus Hyperbolic 6 X في Hyperbolic tangent X والباقي طبعا السهل جدا نبر هنقول كلما في اشكال هلا كيف نعمل Graph لأحد الدوال كيف نعمل Graph لل Hyperbolic tangent طبعا من التعريف Hyperbolic tangent X اللي هو Hyperbolic cosine على Hyperbolic cosine يعطيني بالنهاية بعد اختصار EOS X minus EOS minus X على EOS X Z EOS minus X وهذا طبعا معرف على كامل الاعداد الحقيقة هذا هو domain EOS هلا طبعا نشوف الدوال هي odd ولا even وهو طبعا بحالة odd لما يكون الدوال هي odd معناته اللغراف راح يكون symmetric about the origin وإذا كان نقول even هو symmetric about the Y axis كيف نبحث أن odd or even نوخ نقول بدل X minus X Hyperbolic tangent of minus X تعطيني Hyperbolic sine of minus X على hyperbolic cosine of minus X طبعا احنا هاي طابق صغير شكرا بال section السابقة تعطين minus طبعا هي من التعريف أصلا وعطا تعطيني minus hyperbolic sine X وبالأسفل hyperbolic cosine minus X تعطيني hyperbolic cosine X وهذا منها يعطيني minus hyperbolic sine X على hyperbolic cosine X يعطيني minus hyperbolic tangent X طبعا hyperbolic tangent of minus X يساوي minus hyperbolic tangent of X وهذا يعني أن the hyperbolic tangent is an odd function بحالة odd طبعا إذا قصل التساوي بدون minus فعندي حالة even طبعا ما يكون odd the graph of the function is symmetric above the origin شمع symmetric متمادل حول origin يعني يعني أي حركة graph بالربع الأول يقابلها نفس الحركة بالربع الثالث والعكس الصحي طبعا وأي حركة بالربع الثاني يقابلها نفس الحركة بالربع الرابع والعكس هو صحيح إذن هلأ لدينا تماثل حول origin بنشوف طبعا المشتقة الأولى مشان نشوف وين في تصاعد وين تناقص مشتقة الhyperbolic tangent x بالسبب طبعا هي هي hyperbolic sector bx الياب الساوى واحد على hyperbolic cosine تربية x وهذا يعطيني واحد على hyperbolic cosine x أي الكل تربية لما رب يعطي يصعد الأربعة نقول الأعلى ويصير التربية على eos x z eos minus x الكل طبعا هنا تربية هذا طبعا هذا لأي real number بالدومين راح يكون هذا موجب وهذا موجب طبعا بالتربية راح يكون لا شك موجب ما في عندي أصفار فهو طبعا القيمة هي greater than zero لكل x تم لي الدومين معدد the function is increasing على كامل الدومين إذن فهمنا أنها increasing وهي متماثل الإقراف متماثل حول ال orange الآن بالمحور الثلاثة طبعا الhyperbook tangent x بالساوي eos x minus eos minus x z eos minus x وطبعا هنا راح نضرب eos x على eos post ومقام ما في تغيير على القيمة لكن ستطبق السيغة بهذا الشكل ونكتب بهذا الشكل عساس يتم قسمة على المقام بشكل سريع بعد الضرب post ومقام أعطين eos minus 2x minus 1 على e in the power of 2x plus 1 طبعا نكتب التيرم الأول والتيرم الثاني بنفس الصيغة الموجودة بالمقام طبعا نضيف 1 هنا صار عندي نفس الصيغة الموجودة بالمقام إذا ضفت 1 أنا بدي minus القيمة بعد القسمة اللي هي واضحة نقسم بص على المقام أعطيني 1 1 minus 2 اللي ظل عندي هنا minus 2 على e plus 1 هنا التعامل معها من أجل المت يعني كتابتها بهذا الشكل عساس نتعامل معها من أجل المت بشكل زريع لهذا السببب طبعا عندنا لما x تقترب من ناقص ما لنهاية بالقيمة طبعا نروح للناقص ما لنهاية باللاحظ هنا نعوض minus 2 ما لنهاية هذا رح يكون 0 هذا رح يكون 2 1 يعني 2 على 1 2 1 1 1 2 1 إذن لما أكترب من المال النهاية رح يكون اكتراب بالهايبر من 1 وكذلك هنا رح نقول جزء بالبداية هنا بروح كذلك هنا إذا بدأ رح هنا نحكي بالبداية إذا اكترب من ناقص ما لنهاية جزء هذا الحكينا هذا الحكينا هاي رح تروح ل 1 2 1 1 2 0 1 1 1 2 يعطيني اكتراب رح يتم 1 هلا هون لما X تقترب من المال النهاية هذا بيكون مال النهاية E 2 2 مال النهاية ببور 2 مال النهاية هي E مال النهاية مال النهاية هو مال النهاية زاد 1 مال النهاية 2 على مال النهاية 0 فالاقتراب رح يكون الهايبر بالثانية للواحد إذن بصبح line the lines Y بالساوي ناقص 1 و and Y بالساوي 1 are horizontal asymptotes and the range of the function is the open interval ناقص 1 طبعا هذا ما بهمنا كثير لكن اللي بيبحث عن لغة inverse هاي إضافة فالرجل خط هون لأن خط الأطراف في عندي increasing خير الطرف الأول خير الطرف هنقول الثاني بس احنا بهمنا للغراف انه في عندي horizontal asymptotes y بالساوي minus one and y بالساوي one بنكمل الى بروح للمشتقة الثانية عساس بشوف وين تدي عندي كون كيف up وين كيف down إذا كان موجود فالمشتقة الثانية الهايبر بولك تانجل اكس نوخذ المشتقة الأولى المشتقة الأول هي موجودة معنا هي أربعة على eos x z eos minus x الكل تربية فإذا مشتقة d على dx راح تعطيني درب هذا المقام هي ربعنا eos x z eos minus x plus أربعة بعدين المشتقة البسط اللي هو zero في المقام في ناقص مشتقة المقام في البسط فعندي منوس أي مشتقة المقام هي اثنين في eos x z eos minus x أي خذنا اثنين صار اربعة في اثنين ناقص ثمانية هي مشتقة ما في داخل eos x minus eos minus x طبعا بعد اكتصار راح نشير هنقول gos بروح هنقول بور منه واحد إذا منلاحظ هنا المقام دائما هذا موجب لأي real number طبعا هذا موجب eos real number موجب eos minus real number طبعا هذا راح كون موجب باستمرار تكيب موجب فعندي بتحكم بإشارة هنقول كسر هذا موجب أو سالب أو زيرو هو الموجود عندي هنا طبعا واضح لما بأخذ هنقول x بالساوي زيرو بالزب فعندي eos zero واحد eos minus zero واحد واحد منس واحد zero ثمانية في zero zero فعندي zero على القيمة هاي اللي هي طبعا موجبة هي zero فعند x بالساوي zero بالزب راح تعطيني zero هلا بيكون موجب لما x هي أقل من zero ليش لما تكون أقل من zero هاي القيمة راح تنزل للأسفل راح تكون بالنقدف واحد على eos وهذا راح تكون خنقول بأس لما يجي نقدف سير موجب فالقيمة الأعلى راح تكون هون فالقيمة هاي راح تكون أعلى من قيمة هاي معناته راح تكون نقدف بالداخل في عندي نقدف بالقوس هذا ثمانية موجب في نقدف 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 بز لما tills أكبر من 0 حد هذا هو قيمة هي أعلى من القيمة هاي لأن هاي 双 6 الموجب عند هنا لما يكون هذا أكبر من 0 هي أعلى من القيمة هاي لأن قيمة هاي هي US مونس الموجب عندي هذا 1 على 1 ع القيمة هاي 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 فالإشارة رح تكون موجبة ثمانية في موجب رح تكون فذلك موجب في مانس رح تكون سالب إذن negative for x greater than zero طبعا واضح أنه the graph of the function كن كيف أب وين كن كيف أب on minus infinity zero كن كيف أب في المنطقة هاي من minus infinity لحد zero open وعندي طبعا كن كيف دعم لأنه عندي هون negative من open zero للمعلانة هاي طبعا نقطة لما أروح لعوض الزيرو بالتانجنت باح تعطيني لا شك بالجاب الثاني صورة الزيرو هي زيرو وهي is a word of inflection هي نقطة اللي فيها نعيطها إذن الأمور هنا صارت بافحة معي كيف يكون ما صار كنقول graph هاي الfertical هاي الhorizontal asymptotes عند الـ x بيساوي عند الـ y بيساوي عند الـ y بيساوي عند الـ y بيساوي وعند الـ y line y بيساوي واحد هاي هاي horizontal asymptotes أول ثاني كن كيف أب طبيعي لما بوقف هنقول من open ناقص مال النهاية لحد زيرو كن كيف قبل لهون ولما روح من زيرو للمال النهاية كن كيف داو طبعا واضح جدا انه القيمة هنقول بتروح للمال نهاية لما اكترب هنقول أكيد من من الواحد أمامنا لما اكترب من واحد بتروح للمال النهاية لما اكترب من بالأسفل من ناقص واحد بروح للناقص مالا نعي خلينا نكمل ننزل الاسفل ننزل الاسفل بنشوف بعض التكاملات اللي هم علاقة بالسكشن هنقول اللي احنا موردين فيها اللي 7.9 وكذلك نشوف بعض الأمثلة علاقة بالريفيو اللي 8.1 هل كيف نطلع تكامل الهايبر بولكسك اكس دي اكس الهايبر بولكسك اكس دي اكس أكيد ما في قيمة لتكامل بشكل مباشر لكن بقدر أكتب الهايبر بولكسك اكس بهذا الشكل في التكامل واحد على هيبر بولكسان اكس دي اكس لكن كذلك ما في قرار لقيمة التكامل فبحول هنقول الهايبر بولكسك اكس من كلال الـ فتعطيني تكامل واحد على نص من تعريف الهايبر بولكسان نص في ايو سكس زاد ايو سماعينوس اكس طبعا رح بكتب التكامل بهذا الشكل برفع الاثنين للأعلى بصير عندي تكامل اثنين على ايو سيكس زاد ايو سماعينوس اكس دي اكس احنا معنا تكاملات بالتعويض اذا بننظر للتكامل هذا الحقيقة ما فيه بقدر بسمي المقامة المقامة على سبيل المثال او جزء المقامة بشكل مباشر لان المشتقة مش مولودة معي يعني ما بقدر باعوض مباشرة فبعمل هذا الاجراء اثنين بره تكامل هلا قاعد بأخذ انا متعامل بأخذ العام المشترك كاني بأخذ الايو سماعينوس اكس من الاسفل لما بأخذ الايو سماعينوس اكس من الاسفل فهنا بالقوس هذا هذا بدل الايو سكس رح بكتب ايو ستنين اكس عصر لما اضرب يعطيني ايو سكس وعندي اخذ الايو سماعينوس اكس من هنا بدل يغلي عندي واحد ليش كتبتك عصاصل ما ارفع هذا الفوق يصير عندي يتهيئ التكامل يتكامل التعويض بالفرض راح يشوفه شوي شوي الفرض بايو سكس طبعا راح برفع الايو سكس اللي على اثنين بتكامل ايو سكس كي ايو ستو اكس زائد وان دي اكس هلا بفرض ست ايو سكس لان مشتقتها مولودة عندي هنا فوق بساويو لما اشترك فوقيني ايو سكس دي اكس بالساوي دي ايو هلا بدل ايو سكس دي اكس بأخذ دي ايو فبقتم التكامل بالساوي اثنين على واحد هلا بدل اي اكس وضعت يو فالثبيع الخارجي راح بيدي تربية بدل ايو ستو اكس هلا بدل طبعا اكيد ايو سكس دي اكس اخذ دي ايو دي ايو بالنهاية التكامل أصبح بالصير هاي. طبعا الصير هاي هي الواضح أمامي تعطيني أو بالساوي 10 inverse of اليو زائد ثابت خانقوسي وإذا بدي رجح نقول تكامل قيم تكامل درنتيكس تعطيني بأخذ 10 inverse of بدل اليو أوف E أو 6 زائد ثابت C. إذن عملنا إجراء حيال التكامل لتكامل بالتعويض وعندي باقي الأمور بحققتها وعلى برنوه التكامل ثاني تكامل على 3 كوتانجت هايبر وكوتانجت X طبعا هنا بفرض اللي عندي عندي المشتقة موجودة عندي بالأسفل بقدر أخذ المقام بالكامل ثلاثة هايبر بولكتانجت بالساويو مشتقة مانوس هايبر بولكتانجت تربية X دي اكس في ديو إذن بدل بدل هايبر بولكتانجت تربية X راح بأخذ هنقول دي اكس بأخذ مانوس دي اكس إذن في عندي تكامل هذا أو تكامل هذا راح أعطيني التكامل لهايبر بولكتانجت تربية على ثلاثة زاد هايبر بولكتانجت دي اكس تعطيني مانوس تكامل واحد على يو خذ بدل هايبر بولكتانجت تربية دي اكس خذ دي او مباشرة هو أنا بدل ثلاثة طبعا بمانوس طبعا بدل ثلاثة هايبر بولكتانجت دي اكس طبعا خذ القيمة الموجودة معي يو طبعا هذا يعطيني قيمة اسمها ناقس لين القيمة المطلقة يو زاد ثاب سي وهذا يعطيني ناقس لين بدل يو بوق ثري هايبر بولكتانجت دي اكس اللي هي بالصيغة الموجودة داخل القيمة المطلقة زاد ثاب سي طبعا من خواص اللين فقدر اكتب القيمة بهذا الشكل يعني كاني بدأ ربع ناقس واحد بوق القيمة المطلقة يعطيني واحد على قيمة مطلقة من الداخل اذا لين واحد على قيمة مطلقة لثلاثة هايبر بولكتانجت دي اكس زاد ثاب سي نشوف كمان تكامل نشوف كمان تكامل آخر بدنا نقول تكامل المحدود من سفر للنص لواحد زاد اكس على جذر جذر اكس جذر واحد مع نفس تربية دي اكس طبيعي واضح جدا انه ما في عندي حتى لفرط الجذر ما في عندي المشتقة مورودة للفرط هذا ولا اذا فرط هنقول جزء كذلك ما في عندي المشقة مستقلة عساس فبعمل هذا الاجراء تكامل واحد طبعا باخد التكامل بدون حدود بس خلص من تعويضاتي بوجد قيمة التكامل بالمتغير الجديد او متغيرات الجديدة باللغة ثانية برجع المتغير الاول هو اكس اذا باخد راحبي بالتكامل المطلق باخد التعويضات اللي بدي اياها وبعدين برجع للتكامل الاول اذا تكامل دائما نعمل كويس تكامل واحد زائد اكس على جذر واحد ناقص تربية دي اكس بالساوي الا بدي اوزع البسط على المقام يعطيني واحد على جذر واحد ناقص تربية دي اكس هذا الجزء الاول زائد زائد تكامل اكس على جذر واحد ناقص تربية دي اكس لانه بالتوزيع اللي تم البسط على المقام بهذا الشكل انا هذا التكامل هو الصين ايم رسا امامي واضع وهذا التكامل اصبح في التعويض بفرض الواحد ناقص اكتر بيع الموجود عندي او حتى بالنهاية بقدر اخرط حنقول الجذر حنقول بالكامل الجذر بالكامل وشوف شو بصير فنقول التكامل اذا رح نستمر هنا اذا بأخذ مشتقاط رح يعطيني اثنين اكس على اثنين الجذر واحد ناقص تربية دي اكس هي دي ю فعندي الاكس على جذر ناقص تربية دي اكس بالساوي طبيعي ناقص ناقص دي او اذا رح نقول بالكامل عندي اكس جذر ناقص تربية دي اكس بينساوي ناقص ديو. فانستندنا هنا انه واحد زاد اكس على جذر ناقص اكتر بي دي اكس. يساوي الصين انفرس اللي هو قيمة التكامل المورودة عندي هنا. مينوس تكامل طبعا اخذت. خنقول بدل قيمة المورودة عندي كلها هاي. اخذنا اخذنا مينوس ديو. عندي المينوس المورودة عندي هنا. اه بدل اكس جذر واحد ناقص اكتر بي جذر اكتر بي دي اكس. خذنا خنقول مينوس ديو. اذا حليت المشكلة بتعويض خنقول واحد للتكامل الافتاني. فالطبيعي بالنهاية. هذا يعطينا زي ما حكينا الصين الانفرس اوف اكس. هذا التكامل الاول. وهذا يعطينا مينوس تكامل ديو. طبع هذا هو ساين الفاس اوف اكس. مينوس تكامل اه ون ديو باللغة الثانية يعطيني يو زائل ثابسي. وهذا يعطينا ساين الفاس اوف اكتر ديالات اكس. ناقص بدل خنقول يو بوقض جذر واحد ناقص في تربية زائل ثابسي. طبعا هلا برجع اه بوقض تكامل المحدود. صار خنقول قيمة بدرات X. فعندي تكامل من سفر للنص لواحد زاد X على جذر واحد ناركس تربية X. يعطيني القيمة اللي خد طلعناه هنا. من زيرو للنص. بعوض بالموجب للنص. وبطرح نقول الطرح نقول لما معوض قيمة الزيرو. طبعا بالموجب. فعندي ساين التربية. ساين الأنفرس أوف. واحد على اثنين. ناقص. فلا بعوض نص تحت الجذر هنا. واحد ناقص بدل قيمة X. راح يكون عندي نص تربية اللي هو روح. بعدين ببدأ بناقص ناقص. ساين الأنفرس أوف زيرو. بعدين مانس في مانس. راح يكون قيمة الموجب. جذر ون مانس زيرو. بدل X زيرو زيرو تربية زيرو. طبعا ساين الأنفرس أوف في النص. الزاوية اللي جيبها نص هي باي على ستة. طبعا راح يكون واحد ناقص تحت الجذر واحد ناقص روح. اللي هو أربعة ناقص واحد. ثلاثة على أربعة تحت الجذر. وإذا بطلق الأربعة متجار راح يكون اثنين. بالنهاية جذر تلاثة على اثنين بالناقص. مانس ساين الزيرو. الزاوية اللي جيبها زيرو هي زيرو. وبالنهاية جذر واحد ناقص زيرو. فبكتب القيمة بالصيغة هاي. بالساوي باي على ستة. مع جذر تلاثة على اثنين. زايد هنقول وان. بشوف آخر تكامل. وهذا طبعا تكامل هذا واللي قبل شوية. اللي هم علاقة بسكشن اه بوينت اه ايت بوينت اه وان. اللي هي اه ريفيو. بنوقع تكامل سك اكس اص اربعة دي اكس. طبعا اكيد ما في عندي كيه من باشر التكامل. فعندي تكامل سك اكس اص اربعة او سك تربيع. اربعة. سك سك اص اربعة كنقول تربيع. يعني هو سك اكس سك اكس. كل تربيع بهذا المعنى. هلا اكيد لا شك. بقدر اكتب التكامل بهذا الشكل. تكامل سك تربيع زي سك تربيع اكس. دي اكس بكتب بهذا الشكل. لسبب طبعا انا بدي اهيل تكامل بالتعويض. اه بعد قروض قنقول سك تربيع وبحول سك تربيع عن طريق مطابقة موجودة معي برياضية 101 فسك تربيع X هو سك تربيع X زاد 1 طبعا كتبت بهذا الشكل لأنه راح بعد شوية أحد التكاملات راح قضى بالتعويد بعدين بعد ما حولت بهذه الصيرة بضرب يصير تكامل سك تربيعي في تان تربيع X دي X أول تكامل والثاني تكامل سك تربيع X ضربت بسك ووزعت هنقول بسك تربيع ووزعت التكامل الآن بحره ستان X بالساوي U هنا مشتقتها هي موجودة فيملاها سك تربيع X دي X بالساوي دي U إذن بدأ سك تربيع دي X دي U بوقت هنقول بوقت دي U إذن التكامل بكتبه بهذا الشكل ففي عندي من أمامي تكامل سك أس أربعة X دي X بالساوي U تربيع تكامل U تربيع دي U بدل U بوقت هنقول بدل تان X بوقت U فصير عندي U تربيع قاعد بحكي عن تكامل أول زائد تكامل سك تربيع دي X اللي هو طبعا تان X إذن بالنهاية تكامل هذا اللي تربيع هو U أسترية يوس ثلاثة على ثلاثة زائد قيمة تكامل هذا تكامل سك تربيع هو تان X زائد ثابة C طبعا اليو هي زي ما سمينا هي تان X فالقيمة راح تكون تان تكعيب X على ثلاثة زائد تان X زائد ثابة C يعطيك العافية واللقاء إن شاء الله في المحاضرات الثانية زائد ثابة C